جهود مصرية لانجاح المصالحة الفلسطينية عبر الحوار مع مختلف الفصائل في هذا الاطار وصل وفد امني مصري الى قطاع غزة عبر معبر بيت حنون للقاء قيادات حركة حماس فور وصول الوفد عقد لقاء مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في مؤخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة زيارة الوفد الامني المصري تأتي في ظل اجواء من تبادل الاتهامات بين حركتي فتح وحماس خاصة في اعقاب فشل التوصل الى اتفاق للتهدئة بين حماس والاحتلال وعدم تحقيق نتائج مرضية حول الورقة التي قدمتها المخابرات المصرية فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية ويرى مراقبون ان زيارة الوفد الامني المصري الى القطاع تؤكد على مساعي القاهرة الرامية لانقاذ الوضع الداخلي الفلسطيني عبر انهاء حالة الانقسام